51 ألف وظيفة مباشرة و 12 مليار ريال كإسهام في الناتج المحلي و 24 ألف مستفيد مستهدف من مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها منشآت بالشراكة مع وزارة العمل لتذليل العقبات أمام رواد ورائدات الأعمال نحن اليوم قلنا مع منشآت أنه خلال دقائق أي رائد أعمال ممكن ياخذ التأشيرات خلال دقائق من منصة مراس المطلوب شيء واحد فقط أنه يسجل نفسه يعني هذا رائد الأعمال أو رائدة الأعمال إذا سجلت نفسها تلقائيا ياخذ تسع تأشيرات طبعا أهمية هذا الموضوع أنه مكنان ويبدأ بشكل سريع اختار الجنسيات التي تناسب العمل ليأسسه سواء كان في مجال مثلا تزيين النساء إذا كانت إمرأة أو في مجال الخياطة أو في مجال الإعلام أول إن كان العمل وهذه البداية وبعدين يتوسع معنا لقاء عنوانه الشفافية جمع وزير التجارة والعمل والتعليم ورؤساء الهيئات المعنية التي تعمل ضمن منظومة واحدة مع بقية القطاعات الخدمية لتوفير كل التسهيلات التي قد تشكل حجر عثرة في طريق أصحاب تلك المنشآت اليوم أطلقنا تسع مبادرات رئيسية بناء على احتياج السوق احتياج منشآت صغيرة متوسطة والتعاون مع وزارة العمل وهدف وكذلك منك التنمية الاجتماعية الهدف من المبادر هذه تفعيل المنشآت الصغيرة متوسطة لدخول للسوق وأيضا تشريعها للتوطين وخلق وظائف تكون مناسبة لشبابنا وبناتنا السعودية لا يزال الدور المأمول من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الناتج المحلي وخلق المزيد من فرص العمل السعودية كبيرا جدا خاصة في ظل الدعم والتمكين الذي تحظى به تلك المنشآت منصور الامير الاخبارية الرياض ترجمة نانسي قنقر